منذ اليوم الأول لاندلاع عاصفة الحزم كانت مآلات الحرب شبه محسومة في تصريحات قادة التحالف آنذاك الأشهر التي تحدث عنها ناطق التحالف بأنها كفيلة بالقضاء على ميليشيا الحوثي وتدمير بنيتها الصاروخية والعسكرية امتدت لسنوات خمس سنوات والحصيلة لا شيء انحسرت ميليشيا الحوثي من بعض المدن الجنوبية التي سيطرت عليها لتحل مكانها ميليشيات وحروب جديدة وأوضاع غير مستقرة نفذها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بفعل هذه الحروب الصغيرة تشتتت جهود اليمن حكومة وشعبا لمواجهة الانقلاب الحوثي والزمن الذي تراهن عليه الحكومة ليس في صالحها حروب صغيرة هنا وهناك لكنها تضع تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحرب ضد ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وإحداث خرق آخر في هذا الجدار هل يمكن لشرعية الرئيس هادي والحكومة التي تتواجد في الرياض وتدير مهامها من هناك أن تواجه كل هذا الخراب الذي يتمدد شمالا وجنوبا بهذا الحليف الذي يمضي وفق سياسة المقامرة ويعمل على تقسيم البلاد وتسليمها لميليشيات مسلحة هل يمكنها أيضا وسط كل هذه التعقيدات أن تهزم انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر في صنعاه والذي كان الهدف الأول لسدعاء التحالف أسئلة لا أظن الشرعية والتحالف قادرين على الإجابة عنها في ظل انحراف الأهداف والوسائل التي قد تغرق البلد في دوامة الفوضى والتقسيم الواضح أن ميليشيا الحوثي هي المستفيدة من كل هذه الاختلالات في المشهد العسكري اليوم فطائراتها المسيرة ما زالت قادرة على قصف الأهداف السعودية وبدقة أيضا والأجواء التي كانت عصية عليها مسبقا أصبحت الآن أسهل من أي وقت مضى كما أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة من الاسترخاء فالجبهات العسكرية متوقفة في نهم والحديدة وبقية الجبهات إلا من مناوشات بسيطة هنا وهناك ويبدو أنها راضية كل الرضا عن دورها في مشاهدة حروب الشرعية مع الميليشيات المدعومة من دول التحالف الذي قال قبل سنوات إنه جاء لإنقاذها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر